حسام حسن ياخد عشر لعيبة من النادي الاهلي يعياته ويصيحه ازاي وازاي حسام حسن ياخد عشر لعيبة من النادي الاهلي لما لاعب واحد من العشر لعيبة يتصاب يصيحه برضو يعياته يقولك ازاي وازاي يتدعي الاصابة ويمشي عشان النادي الاهلي يستفيد منه في مباراة سنبا القادمة حملة مصعورة ممنهجة ابتدوها بكهرباء وخدت او بمرورا بامام عشور ثم نهاية او مش النهاية ثم مرارا بحسين الشحات حملة ممنهجة ضد لعبي النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي فقط والاعلام المصعور اللي بقيادة اسلام صادق هو اللي بيتولى الحملة دي وبيوزع الاسكريبت اياه على خالة فطوطة مرة على رضا الهجاس مرة على عفة فشاره محمد على الله حكايته مرة والسبحة لما بتتقفل او بتتشد الخط بتاعها وبتنفرض بتبص تلاقي الحبات حبات السبحة نزلت ونتورت في الارض ده اللي بيعملوه بالظبط كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا كد بكد بكد علشان يبينوا ان هي حقيقة وان حسين الشحات تمارض او ادعى الاصابة عشان يهرب من المنتخب عشان النادي الاهلي النادي الاهلي اللي سيب عشر لعيبة للمنتخب هيمسك في حسين الشحات ويسيب العشر لعيبة التانية تخيل يا فاندم هو ده الاعلام الزمالكوي اللي بيصدره للمشاهدين والاعلام الرياضي المصري تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلوية في كل مكان يا رب بتكونوا بصحة وبسعادة وفي امان انا هين الشرقاوي ودي قناة قناة الاهلوية على اليوتيوب زي ما قلت لحضرتك حملة مسعورة بيتولاها اسلام صادق او مسيلمة الغير صادق في الاعلام الرياضي قناة الحدث قناة القناة التن وكمان خالط فطوطة تولى الامر بظهوره مع سيف زاهر ادعاء الاصابة هم مش فاهمين ان في حاجة اسمها في فرق كبير بين التقلص العضلي والشد العضلي دي حاجة ودي حاجة دي مدة غيابها حاجة ودي مدة غيابها حاجة تانية الشد العضلي من تلت اسابيع لاربع اسابيع لكن التقلص العضلي من تلت ايام لخمس ايام والتقرير بتاع المنتخب اللي مصبرش ليلة وعملوله اشعب الرانين البغناطيسي قالك ان هو عنده تقلص تقلص عضلي التقلص من تلت لخمس ايام ثم ده الراجل ده هيجامل وعايز يشترك في المنتخب حتى لو ما شاركش بصفة اساسية ولكن تواجده في المنتخب ده شيء اساسي يطلع قالت فطوطة يقولك ايه يقولك المنتخب فوق الاهلي والزمالك الدورة الودية دي اهم من المباراة النادي الاهلي مع سنبا لا يا شيء بعد دور الودية اهم من بطولة افريقيا وبتدعو ان النادي الاهلي بيبخل بلعابته على المنتخبات او منتخب مصر النادي الاهلي اللي راح لها بكاس عالم للاندية وعنده تيم بحاله موجود في امم افريقيا ولعبنا في كاس عالم للاندية بالاصطف التاني وباللعابة الاحتياطيين خلت فطوطة جايبه علمنا ازاي الوطنية تكون وازاي النادي الاهلي النادي الاهلي حبيبي ما تزايدش عليه مش انت ولا ولا رئيسك ولا يعني رئيسك مش قصدي يعني رئيس الجمهورية لا تقدمش ده رئيسك قصدي مرتضى اوه حسن لبيب يعني مش انت يا زمالكاوي اللي هتعلم النادي الاهلي الوطنية مش انت اللي هتقول النادي الاهلي يعمل ايه وما يعملش ايه النادي الاهلي ادى لعبته للمنتخب الاولومبي لم نحس لما اللي اسمه اه مجاهد قال النادي الاهلي احنا هنسهل لكم وهنزبط لكم الدنيا واش عارف ايه بعد كده اتفق مع حسن اللبيب على ضغط المباريات هو وقع النادي الاهلي في دور الاحتواء قبرت كل عصام هناء فانت مجيش تزايد على النادي الاهلي وعلى الموقف النادي الاهلي يعني النادي الاهلي فهم يعني ايه منتخب مصر بس لازم يبقى فيه نوع من أنواع التنصيق زي ما جانب التونسي عمل وخلى فيه تلاتة لعيبة يرجعوا علشان عندهم مهمة وطنية في نادي مشارك اسمه الترج التونسي فيه دوري أبطال أفراقيا يا خالد يا غندورة ولكن انت هتفهم الكلام ده منين انت هدفكم بس النادي الأهلي يقع مش هدفكم منتخب مصر والدليل على كده الرجل لما اختار عشرة من النادي الأهلي اتجننته وهكته وامكته لما لعب من العشرة اتصاب النادي الأهلي صف التمرين هل دول متمرضين ولكن زي ما قلت لكم دي حملة وممنهجة ومصعورة بس احنا هنتصدى لها تعالوا نطلع ونسمع ونشوفها عينة من قلة الأدب اللي تقالت على حسين الشحات وتعالوا لي مرة أخرى عشان نكمل كلامنا بس أخويا وحبيبي الأهلاوي نجاح الفيديو ده متوقف على حضرتك أنا لو قلت أي كلام انت عايز تسمعه وبتمبسط منه وبيعجبك لو انت عم عملتش لايك وشير الفيديو اعتبر ان الفيديو ده هو قلت واحد فما تنساش ان انت دعمك مهم ورقم واحد في انجاح اي فيديو لنا فما تبخلش علينا بلايك وشير الفيديو اول مرة تشوفني اول مرة تشوش خناتي تشترك في الخناة اتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناة كل الأهلاوية الأهلاوية على الهتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا يلا بينا اشتركوا في القناة اوال يقتل قدوش سمبا اسرنت من قصت ماتش سيمبا مش ده نفس الظرف اللي كان بالتكلم عم لا لا انا هجيلك فيديه ايوه ايوه ayوا ايوه انا هجيلك فيديه ce naturally هاجيلك فينيه يعني دلوقتي من 3 الهربع اسابيع يعني يكون ماتش سيمبا عدا ماشى طيب لو لنحن ماتش سيمبا كتحسب الز It's �� في حسابات تاني في كسب برضو انت بيتميز بالعمل يعطالك تخرج من المنتخب علشان عنده شد في العملة خلفية يعني لهم مش هي العباسة نحن ده باخد منتخب مصر بص يا كبه بص يا كبه ده طران جهاز فني منتخب مصر وده رجال يتحادب هو حسيني الشحاب مقفوش حاجة مقفوش حاجة مقفوش حاجة مقفوش حاجة مقفوش تمام مقفوش من يقول الاهلي سماذا الفوحل مقفوش تلوط امس اكون هليه لمشترا هتحس ان دوره مش قوي جوا��� المنتخب او مش يبقى لي دور بالشكل اللي هو متخيل و او يبقىods انهه المتخيل مقفوش تحقيق وانت حاجة المشتراف واناءك تحسامه جهاز ولمش يعرف الوقت وانس امتحول للتحقيق ويالله فر المنتخب لو لاما يا كابتن ده من قبل ما يلعب كمان يا كابتن هو لو خرج والتقرير الطبي قال ان ما هوش حاجة لازم يحاول التحيير وذا يبقى اوزيه وزامة العام عشان كله يتعلم في جال ده انت من المتحدث والدكتور بس جدا وقال لك الحاجة حتى في موضوع تشكيلين انت كانت تشكيلين دلوقتي بص وانت عندك وارد وانا عايز ان تحسو ايه يا كابتسيط يعني ايه كابت حسين الشحات يزيه المنتخب مصر اصلا عنده تقلصات يعني ايه؟ عنده محاس بدقل في الخلفين كابتن سيفه يتعمل له كل الاشعاعات في المنتخب ايه بس الاشعاعات في حالة بانبانش الاشعاعات لو فيه شد هيبان لو فيه تمزه هيبان مفيش طيب كانت حسين الشحات احنا كنا نعملين حاملة بنت لازينا على بحمد صلاح وهو مصفع وهو مطشط عن فرقه طيب حسين الشحات بعد عبوابع كينا انزل تدريبات الجامعية ويتمرن الاعم Control انا لانما استولتت من ادارة الاهلي او بالاه دبال اهليzone اهل ايه 4 تياه والاهلي اهل 6 تياه او 5 تياه ما هو مش حيالك مش لает علم ايه المطشي الطاني لا انا معرفش شاهلح ايه طيب بالك باتكلمني فيم فيما في ان مع صلاح اق追 دوردنا قولن كين قولنى طب ماذا لو مش حيالح уж الراجل قعد عkubs95 وعش ايه الحسين المطش الاخير هو سليم ماتوش حاجة خاص. تمام? وكان اسبوع راحة. يعني هم هدعوا السبت اللي جاي. يعني حتى ما اتمرنش. تمام. جات متخلصات بعد المصر. وهو في المنتخب. ده فيه لعيبة ده حسام الحضر بيبقى حيوموت. ده 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 ابو جبل جاله اه الشيناو متعور وهو عايز يلعب. ده ابو جبل جاله ماذق ولا شد بطولة افريكا اللي قابل اللي بادت. ولعب بحوق انه معرش ايه. يعني تخلصات. اما يقعد في المنتخب والتلات اربعة ايام وممكن يلعب الم قرات تانية. سواء المبران هي او. اصلا انا مش حروز عليك الوان متأتب من حاجة. انا سألت الجزء الطب هنا. اكيدولي الاتنين ان هو عنده شد من الطرق المولة. او حاجة ما بتبانش في الاشعاع. ده اللي ما. عارش في التمريل اعطانه في المنتخب. مفيش تبريد. اه? في التمريل اعطانه. اه? ده راح قالك مش قادر في الاول يوم. من في past. usar l محمد صلاح ا Ru vue متعور. محمد صلاح متعور وقاب عتش كيلسي وقاب عتش مجمعه جداep جداep. ازاي and nasıl i eşعظợ ومعرفش ايه. طيب صلاح. ازاي ماجيش المعاسكر وتصريحات من هنا وتصريحات من هنا وصلاح بيتتنك عمض الدخب. او. بعد كده يام خفا سواني ارسانة عندي تقلصات. فيني عمل الاسابة دي. كده فين انت لعب المارش كله. وانا بقول لك من ده الوقت يا هو. حسين الشحات متوابط ماشي سمت. طيب. يعني ننتظر كده. وعلى سلمة انا مجدد حسين الشحات. انا يا جماعة لازم. يا كابتن سيف. مصر فوق الاهلي والزمالك. لعيب اللي بيفضل بلسفن اللي اتمنتخب مصر اهم من الاهلي والزمالك. النقطة واحد يقولك ايه? ده احنا اللعيب هنسيبها عشان اللاعي يعمل ماشي سنبة. ماشي سنبة مش اهم من مصر وماشي اهم من نفسه معنا دي. ويجي مع المنتخبه من قويش نفسه. اللاعيب اللي فاجد النجوميته فقط هي في ما ديه. لان النجومية الحقيقية هو منتخب بلدك. فانقلت منتخب بلدك. ودي رسالة لكل لاحب. فهو بيلعب في الزمالك. بيلعب في الاهلي. بيلعب في اسماعيل في المصر في المقاولين في الفيلمنز. لكن النهارده انت يعني يعني حاجات حاجات لما انت النهارده مصر ما شالبي بينضب. مكاد حسين الشحات. والكابت الحسين انا مش هضم مصطفى شالبي. عشان مصطفى شالبي هو كويس بس نسه لجع من اصابه. فانا يعني عايز يوجه هزاكتر رفع بيقى بجيبه. بجيبه. طب يا معنى كده اللي تجد. انت بتالي فيه معكب شخصات لك. لأ يعني انا مستكرة لك. حسين الشحات بيلعب ايه. بيلعب ها. بيلعب ها. هو هو مستون بيلعب ناحية الشمال. تريزيجي بيلعب فين. ناحية الشمال. مصطفى شالبي مين تانا كدت بيلعب ناحية الشمال. مصطفى شالبي. انا مكانش دولة. محسين محسين بقى بقى. لأ ما فيش الصادة اصبت من العلام ده. يا كده. لأ كده. دي صادة سياسية. عشان. عشان. عشان يلعب انتش يلعب انتش يلعب. وانا معك. يخلصوا وحيروح يلعب. حبيب. فيه اول. لمن تمرينت المتخب. افضل من الندم المتخب والثقة بتاعة الايب اللي بتيه بعد كده لما بيروح لنديتهم. طب انت حايلو التلام هو. احسن حاجة ايه? أحسن حاجة ايه? المتخب. طب انت ق찰�لي مطش. اتحاد العاصمة خدتي العيكتك لو ما اللعتمش في المتخب. متنقدش نفس التقود? المتمر. مش مناخت. روب. مش مناخت. روب. ده كان موقف بالقالي. كان موقف بالقالي. كان موقف بالقالي. يا مكان. اتفق مع المتخب. كان. اتفق فيه. اتفق فيه. اتفق النادي الاهلي يسمح الاهلي النادي اقولك على حاجة وطبع على فكرة ده انا بالتعلوم من فضاع انه هما بيمشوا قطعه لو ليهما زاد ما يلعبش لعبشوا انت لو خسرت الماتش بتاع الانزولاندا الماتش التاني ستشوف ولا لعبش من الاهلي طيب الكم العدد اللي موجود دون الاهلي ماشي كم العدد اللي في الاهلي اللي في المنتخب بتقول لي حسان الشحاد ميش يريح خلطته ان انت عارف اللي بعد يعني يوم 29 وعشرين قاول جدا للنادي الاهلي وخلي بالا الفلسل اللعيب اللي قاله صعب تتعجلت معاكنة الشفرة دي تعجلت معاكنة من ثلاث شهور صح فانا بقولك لأ كان لازم يجب يجب كسابات ويعمل اللي هي بقى اللعيب اللي انت ممكن تأثر معاكنة اهلا بحضراتكم مرة ثانية شفنا اسكريبت ومتوزع دفقناه ودفقناه 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 ولكن الكلام واحد اللي كاتبلهم اسكريبت شخص واحد والكلام واحد بس كل واحد يقوله بطريقته كل واحد يقوله بطريقته انه بيدعي ومش بيدعي حسام حسن مش صغير ولا مدرب اي كلام لا حسام حسن صايع كورة وصايع تدريب ويعرف اللي بيتمارض ويعرف اللي بيستعبط ويعرف اللي بيقلف ويعرف اللي بيدعي وبتقارنه موقف صلاح بموقف حسين الشحات اولا المقارنة فسدة بمعنى لان تجمع المنتخب وقتها كان في امم افريقيا في دولة تانية بعيدة عن مصر لكن احنا في مصر ثانيا صلاح هو الشخص لنفسه وهو في الملعب قالك رجلي بديني انا هطلع سواء مصاب او مش مصاب كان المفروض يستنى وبعد كده اتصل بمدرب بتاعه في ليفربول واتفقوا وراحوا وسفروا وكل ده كلنا عارفينه لكن حسين الشحات عنده مباراة مهمة مع النادي الاهلي ومع ذلك هو عنده تقلص عضلي لو حسام حسن شايف ان الرجل ده بيتمارض تفتكر حسام حسن هيتوانى في انه هو يعلن ان حسين الشحات بيتمارض ويستبعده بشكل نهائي من المنتخب هل تفتكر ان حسام حسن يعني اصلي مش حسين الشحات مش بنقته مثلا ولا قريبه علشان يجمله لا المنتخب المصري مفهوش مجملات والاسم محمد عبدالله يطلع يستبعد مدى الحياة يستبعد بشكل نهائي يستبعد لمدة سنة يا عام ده الناس دي هتتجنن على انها تتواجد في المنتخب ولكن زي ما قلتلك دي حملة ممنهجة ضد حسين الشحات بدوها بكهرباء مرورا بامام عشور ودلوقتي تدور على حسين الشحات يعني لما النادي الاهل يتم الاختيار اختيار منه عشر لعيبة تقعدوا تولولوا وتصيحوا وتقولوا ازاي وازاي لما لعب من العشر يتصابتوا بس دي دي خطة النادي الاهل يجابوا علشان مطش السنبة يا السلام طب والعشر التانيين ما هو فيه مطش السنبة برضو العشر التانيين هنعمل فيهم ايه او التسعة التانيين يعني منطق مغلوط ومنطق ناس عندها خلل عقلي وعندها نوع من انواع الايه يعني انتوا هتتحكوا علينا هانوا هتتحكوا على نفسكم ويجي خلط فطوطة يعمل نفسه الواضي الوطني اللي هو الواضي الشجاع اللي مش عارف ايه ولاك فلان وفلان ومجابش سيرة امام عشور اللي لما وقع على دماغه وجاله شبه ارتجاج في المخ قال انكتب اقرار على نفسي والعب فيه في امم افريقيا فاكرين؟ فاكرين ومش فاكرين لكن هو ما جابش سيرة امام عشور لان امام عشور وجعه لكن يجيب لك اي حتة اي حاجة من اي حتة تانية الا لعب في النادي الاهلي او لعب له موقف في النادي الاهلي ولكن الموضوع مش موقف ولا موضوع مزايدات النادي الاهلي راح لعب كاس علم للاندية وقال للمنتخب المصري الفريقة بتاعي اهو خده خد اللي انت عايزه منه وحتى بعد انتهاء نهاية البطولة ما كلفوش نفسه من نوبعاته اللاعيبة بتاعت النادي الاهلي عشان يلعبوا في المطش النهائي او في المطش المركز الثالث والرابع بطيارة خاصة ما حصلش واللعيبة ما انضمتش على الرغم المفروض دواجب على اتحاد الكورة ولكن انا هقول ايه ما انا مش مستغرب على الاعلام الفاسد الغير محترم اذا كان اصلا ان اتحاد الكورة بيخفي خطاب مهم للنادي الاهلي ان هو ينظم بطولة او ان الدولة تنظم نهائي كاس دورة ابطال افريقيا علشان النادي الاهلي يلعب في النهائي على ارضه خبوا الخطاب اللي هو ده ابو كرشي والي هو ده المزور خبوه خبوا الخطاب واشرف سويسي ولا الهوى قالك انا بعد ما حققوا قالك اه في ناس مدانين في اتحاد الكورة طب بين المدان والد العطار طب عملت ايه فالد العطار لا رأيه رأي والد العطار خليه من منصب لمنصب كوسة يا باشا كوسة وفساد فساد من الارض من السحاب فساد فساد في اتحاد الكورة هو مع ذلك يطلع خلط فطوطة يعلمنا احنا الوطنية يالا ده النادي الاهلي هو رمز الوطنية الاف مصر خير النادي الاهلي على منتخب مصر على كل المنتخبات في كل الاعمار الولا النادي الاهلي المنتخبات تقع والدلال على كده انت بتلعب بالمحترفين بتقع محدش يوقف المنتخب على رجليه غير النادي الاهلي القوام النادي الاهلي الاساسي النادي الاهلي اوخد بطولة 2006 أو 2008 أو 2010 بالمحليين منتخب مصر كان النادي الأهلي أساسه النادي الأهلي أساسه النادي الأهلي ومع ذلك خلت فطوطة يجعلنا الوطنية ولا ده النادي الأهلي المنتخب فوق الأهلي طبعا المنتخب مصر فوقنا جميعا ولكن ما تزيدش علينا لأن النادي الأهلي عارف واجباته لكن المشكلة عندكم انتو يا راجب ده انتو عطلتوا الأوتوبيس وقلتوا الأوتوبيس عطلع لشان ترى باش مطش محلي ما بالك لو في مصلحتكم مطش محلي ومفيش منتخب مصر ده مرة منتخب مرتضى منصور قال لان مش هدي لعبة المنتخب مصر قال هكده اللي بيتغنوا بالوطنية وبيتجدقوا بالوطنية ولا كنادي الوطنية والكرمة ومش هارفوا الهنبولة ده بس هتعمل ايه إعلام يعني منظومة إعلامية فاسدة وللأسف عايزين ينجحوا الفاشل ويفشلوا الناجح يعني عايزين ينجحوا نادي الزمالك ويفشلوا النادي الاهلي لكن كل اللي بيعملوا ده كلام صغير مش هي دي الطريقة لتنجح شخص عايز مش في حاجة اسمها جهاز طبي اتصب بالجهاز الطبي قالوا ايه يا دكتور ايه الموضوع بتاع حسين الشحاب هل هو مصاب طب إصابته ايه تقلص العضل دي طب اقول لك على حاجة بشر اعتبر ان انا كدام ادخل على جوجل كده اكتب طبيعة اصابة احسين الشحاب تقلص ولا شد هتلاقي تقلص التقلص العضلي من ثلاثة ايام لخمسة ايام طيب الشد العضلي من ثلاثة اسابيع لاربع اسابيع ممكن تمتد كمان لكن هو عنده تقلص عضلي تقلص عضلي كلام ده ليس فزاهر وللاخ عفة فشار وللاخ التاني خالد الغندورة ولمحمد على الله حكايته بس احنا بنقول ان احنا نتصدى لأي شخص تسوي له نفسه ان هو يجدب ويصدر الكتب للمشاهدين انتهى الفيديو بتاعنا بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة اسف جدا للاطالة كان معكم اخوكم هيم الشرقاوي والسلام عليكم